السلام عليكم مرحبا بكم من جديد للقناة مع فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم جيت نشارك معكم كيك وصفة كيك يومي مضاق مميز ورائع جدا مضاق المختلف للمعتد باضافات بسيطة كردو منه كيك راقي اللي قدروها نحضروه في المناسبات وتقدموه لضيوفكم ما عليكم إلا تتابعوا معي الفيديو حتى الأخير تكتشفوا المقادير وطريقة تحضير هاد الكيك بالنسبة للمقادير اللي كان حتجوا في هاد الكيك عندي ثلاثة كؤوس من الدقيق عندي صاشي من الخميرة الكيميائوية من وزن 15 القرام عندي ثلاثة الحبات من البيض من بحرارة المطبخ عندي رشة ملح لتعديل الضوء عندي كاس انتها السكر كاس إلا رب انتها زيت نباتية جوج مع الكبار انتها الكاكا والمول عندي ملحة صغيرة انتها القرفة اللي ما كي يجبوه الماداق انتها القرفة يقدر يستغنى عليها ماشي ضرورية ولكن كتعطيه ماداق مميز عدنا علبة انتها اليوغت هذا عندي يوغت عادي يتقدروا تستعملوا اي يوغت عندكم ماداق الفاني ولا بدون سكر وعندي نصف كاس انتها انتها القهوة هنستعمل القهوة سريعة دوابان اللي سكون سخونة هادية اللي كتخلينا الكاك تيجي هشيش بزاف بالنسبة للطريقة انبدأوا على بركتي الله في بول كان وضع البيض كانضيف له رشة ملح وكم دا كان ضربو يمكن لكم تستعملوا سواء الضرب الكهربائي ولا الضرب اليدوي اللي متوفر عندكم في في البيض كانت بربوم ديان حتى اه كي تضوب الحجم تاع البيض وكي يولي اللون تاع وشي بها بيض وم بعد كانضيف السكر وكانضيف الزيت وكانستمر في التحريك في التضرب ومن بعد اهنا كانضيف العلبة نتاع الياغوت وكانضيف كذلك النواشف بالنسبة للنواشف من الاحسن هاك كان نغرب لهم كانت فادوا هاكا الحوية بعض اللي تكونوا فيهم هنا ضفت الكاكاو اه القرفة والخميرة الكيميائية ومن بعد كانضيف الدقيق اه الدقيق كان ما كانضيفش الكيمياء كامله كانضيف هاكا النص وكان قانضرب باش هاكا نقدر نتحكم اه في الدقيق انا هنا استعملت ثلاثة كؤوس نتاع الدقيق الدقيق كيف تنقول دائما تبقى لحسب نوعية الدقيق كاللي كيشرب كاليمي كيشربش يعني اه تخدموا ما بين ثلاثة احتى ثلاثة ونص لحسب النوعية انتاع الدقيق متاعكم ثلاثة كنطربها مزيان حتى كنحصل على واحد خليط هاكا وفي الاخير كنضيف القهوة اللي تكون سخونة طايبة يعني ارا كيف شفتوها غاليين ثلاثة وكنحرك اه كانحرك الخليط ديالي هاد القهوة كتخلي هي اللي كتعطينا ديك السر متاع الطراوة متاع الكيك كيجيفتي بالزف صافيكا نخلط الخليط ديالي مزيان حتى كنحصل على هذه الخليط هاكي كل قهوة متاعه اه ما هو واسقين ما هو خفيفة لها هاد شكل ومن بعد هناخدت مول اه على هاد شكل اه طويل اللي اه هنته بالزبدة ورشيته بالكاكاو لان الكيك نتعنا فيها الكاكاو باش ما ما كرشوش بالضقيق باش ما تيبقوا نشتك الجانب هاك الجوانيب انتاو تيبقوا بويض صافيكا هزي نسيط ديال فوق وكم داك نصب الخليط وهنا عندو سنحضر واحد الكامبر اللي هي اضافة اللي كتعتقال مش هال الكيك هادي اه اضافة زما اختيارية ما بغاش يضيفها يمكنه يكتف بهاد بالكيك يدخلوا الفرن هاك عادي اه صراح هاد الكرامبل كيجيزوين بالزبك اتقال مش هال الكيك اه بالنسبة لما قادر انتع الكرامبل نحتاجه ثلاث مالقبار امتع الدقيق مالقبار كبيرة سكر مالقبار صغيرة امتع القرفة ومالقبار كبيرة امتع الزبطات تكون بحارة المطبخ سوف نخلطهم مزيان حتى نحصلوا على واحد اه الخاليط اللي ما كيكونش كي تلصف في اليدين يعني تكون ذاك الخاليط هاكا بس بس مفرز هاكا ومبعد تكرشو من فوق الكيك متاعنا يمكنكم تستعملوا هاد الكيميا كاملة ولا على الناس لما بغيتوشو واحد طبقة كبيرة متاع للكرامبل ولكن هاد هاد الاضافة سوف نضيف مضاق جيد رائع الكيك وتكون ذاك القرمشة من فوق واللي ما كيبغيش مضاق القرفة يمكنه ما يضيفش القرفة للخاليط سوفيه هنا كنضيف هاد الخاليط نتاع الكرامبل ومن بعد كندخل الكيك نتاع الفور على ميو سبعين درجة لمدة ثلاثين دقيقة وانطلق ان شاء الله من بعد في الشكل النهائي نتاع الكيك هذا هو الشكل نتاع الكيك من خرشو من الفورن كيجا لها هاد الشكل وكيجي لك الطبقة انتاع الكرامبل شيد رائعها كنخلي عريض شوية وكندمولي يمكنكم تقدموا على هاد الشكل ولا تزينوا كيبقى لكم الاختيار انا قدمت على هاد الشكل سمحوا لي المقطع من ديكوريتو التحذف ليه هنا كنضفت له القليل من الشوكولاتة السوداء اللي دوبتها مع القليل من الحليب وضفت له قطعة انتاع الكرقاء انتاع الجوز اللي حمرتهم شوية وقطعتهم قطعة صغيرة هكا حطيتهم بطريقة عشوائية خرجت على ذلك الطريقة اللي دائما كنحطوا هكا انتاع الكرقاء بهذا الطريقة صراحة وخاء عشوائية يجات زوينة قطعتوك الشكل نتاعك بحل فغروف روشي مياد الفرر روشي الكاذب مثل وغي فرر روشي هنا قطعت لكم واحد القطعة باش شوفوا كي يجي من الداخل كي يجي بنين بزف وكي يجي ديك المطاق انتاع القرفة باين بزف نقول عليه كيك شاتوي بامتياز اللي تقدر تقدمها كاك مع واحد الكاس انتاع القهوة ولا انتاع الشوكولات في هاد البرد كي يجي بنين بزف نتمنى وصفة اليوم تكون تمنى استحسانكم وتكونوا تبعتم مع الفيديو حتى الاخر ما بقى لي الا نودعكم نقولكم الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله واذا اجربتوا الوصف هذه اكيد جربوها عذا جبكم بزف خليوا لي في التعاليق ونجهت معكم الى اللوم ما بقى لي الا نودعكم مع السلامة مع فيديو قادم ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه موسيقى